طب احنا ليه ما بنسمعش عن هذا الانتاج الجميل؟ ليه ما بنشوفوش على شاشة؟ الحقيقة لانه لغاية دلوقتي ما فيش ثقافة ان احنا نعرض افلام قصير يعني انا شايف ان الافلام القصيرة دي شيء مهم جدا والناس للأسف الشديد كان عندهم طبعا سيء عن الافلام القصيرة وافلام التسجيلية حتى الجمهور العازي يعني هو فهم من الافلام التسجيلية هي ان انا اعمل بان على المسجد اعمل تلتة ابا على المأزانة اعمل زوم على المنبر هو ما فهمين كده الافلام التسجيلية مش كده خالص لان الحقيقة الثقافة الافلام اللي كان بتعرض في التلفزيون زمان خلت فيه انتباع عند المتلقي ان الافلام التسجيلية هي كده يعني فانا نفسي بقى كل البرامج من خلال التلفزيون المصري او القنوات طبعا المتحدة كلها تتعاون انها تعرض نتاج الافلام دي يعني الافلام دي خسارة انها ما تتشافش حتى تشبيع لصانعينها يعني فالحاجات دي ليه بتبقى حبيثة العلم؟ يعني لو تتعامل لجان فكرة جميلة حقيقة وكان فيه موجود يعني مثل هذه الفكرة زمان طبعا كان موجود كان فيه جريدة مصر الناطقة وكان فيه افلام اطفال في البداية وكان فيه فيلم التسجيل بتعرض في الاول ليه ما نرجعش الحاجات دي؟ ليه الافلام دي دفضل حبيثة العلم؟ ليه ليه الولادنا دول ما يتشافوش ما يتشافش انتاجهم يعني رغم ان فيهم افلام مهمة جدا احنا الحقيقة عندنا قسم رسوم متحركة في معهد السنوة بينتج افلام مش كلها بطبعا الاطفال لكن ممكن مثلا كل دفع يبقى فيها فيلم او فيلمين ينفع يبقى للاطفال دلوقتي كمان بقى عندنا معهد العلم في نون الطفل بقى بيقدم فيلم كمان للاطفال يعني انا حتى اشرفت على فيلم للاطفال فيلم برضو كان عن طفلة من زاوي الهمة ممكن فلا يعني احنا بقى فيه انتاج بس ايه للأسف شديد الافلام دي محدش بيشوفها يعني